السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل التحية احباها اعزائي فانزة عدل فتحي برضو تكملة للفيديو السابق بتاع الهدايا واليوتيوبرات والحاجات اللي بتصر بس ما حدش قال لي انك خسيت يعني الوصول كنت انا الفانزة بتاعك بنت متوقع حد يقول لي انت باني عليك ان انت خسيت اوه اكون انتو خلاص فتفكريني على فكرة انا لا اتنمر على احد فانا جاي من 165 كيلو وهوريكم الفيديو ده على العيد هوريكم وانا 165 كيلو وبعدين 141 كيلو فيديو على فكرة من الصورة عشان تشوفوا عدل فتح وهو بالفيديو 165 كيلو هتشوف 165 كيلو مرحلة وبعدين من 5 سنين تقريبا وبعدين 141 وبعدين 121 وبعدين 108 وبإذن الله المنتظر 90 كيلو على يوم عيد الاضحى يبقى عايد كده وانا كويس جدا المهم نخش في الموضوع على طول اللي هو موضوع الهدايا هل انا ضد الهدايا انا مش ضد الهدايا انا مش ضد ان حدي هدي حد انا مش ضد ده خالص حيقول لي انت جبت الورا لا انا ما جبتش الورا فيه واحد بيهادي وحدة او واحدة بتهادي وحدة او واحدة بتهادي انا مش ضد ده لكن انا ضده اعلانه للناس اعلانه بطريقة استفزازية مش بطريقة انه سبطولك الناس بتحبيلي وبيحبولك الخير الناس بيحبوك ويحبوك الخير بس فيه واحدة نفسها في ملاية سرير في واحدة نفسها في طاقم سرير في واحدة نفسها في البروش اللي جايلك في واحدة نفسها في الملابس الداخلية اللي جات لك وعلى فكرة الملابس الداخلية لما واحد قال لك انت برضو كنت مزود العرش شوية لا هو ده التوصيف الصحيح لا اللي هو لام به ألف سين هو ده اللغة العربية الفصحة كان زمان من عايز أقول لهم ما تنسوش لما جالكم الحاجات المستوردة اللي هي بألف جنيه و بألف و خمسمائة جنيه هدايا ومحطوطة في الكاراتين وجدوا تلبسوها معرفتوش تلبسوها فرتكتوها معيكم مش واخدين فرتكتوها لأن انت كان لها طريقة معانة بتبليبس انت وروح تدخلها في ناس منهم اليوتيوبرات بسم الله ما شاء الله أوزنهم باسم العايزة ده عايزة أربعين ألف إكس لارج فتفرتك جابتو سبعين حتة يعني خلاتو زي الخرقة كده فأنا بفكرها بس بابو كورنيش اللي هو العبك اللي هو نيه اللي كان بيتلبس زمان لما واحدة جارتها تقول لها تعال يا فلانا خياطيلي كذا تروح جايبة مترين قماش وقال لها اعمليلي الحاجة ده علشان يتزبط عليها كانت بتعمله مترين فاللي جاي لها حاجة حاجة ما تفعش خالش حاجة لارج أو مودي حاجة ما تفعش وإحنا بتوع المودي يا عمي أدي حاجة وأنا قلت اللي طلعت قلدي بتسقل نفسها وبتسقل الشحط الشحط اللي جنبها الشحط شحط أنت إزاي تقبل هذا الكلام إزاي تقبل هذا الكلام مش عارف أنا إزاي تقبله على نفسك إزاي خلاص الويدان ترتر مش ويدان بقى ده فيه قرون بقى وفاضل اللي حنهزها فاضل إيه فاضل إيه طالع كده قدام جوزك ولا حاجة ولا وطالع واللون ده أحمر واللون ده أخدر واللون ده أزرق طب وإنت يجابلك الأحمر ليه واحدة في سنك يتجابلك حاجة حمرة ليه أو أدي حاجة سيبونا حنقوله ده حاجة وجاية ومش عارفو أنت مالك يا عمو أنت غيران أنا لغيران ولا داخل اليو اليو علشان أبقى يوتيوبر والله ولا داخل عشان يبقى عندي أربعين ألف فانز ولا عشرة ولا خمسة أنا داخل علشان أدحك عشان أعرفكم أنا داخل إنسان بتوتي يعني بقعد في البيت كتير والظروف اللي إحنا فيها فداخل أدحك معايا ألفين فانز ألف وخمسمائة فانز بيجيني كل إصدار خمسمائة مشاهدة ربعمائة مشاهدة تلتمائة مشاهدة ميت مشاهدة أنا فرحان ولا طمعان ولا أي حاجة لأن أنا أتعرض علي وكنت تقدر قالوا لي حنديك في القناة عشرين ألف فانز وتدفع خشبة ميت ألف وقلت لهم طب ولو عايز خمسة قالوا لي حتدفع عشرين ألف ونفعلها لك في تمانية واربعين ساعة الفلوء ده موجود الكلام ده بيتقال يا جماعة وقلت لهم لا أنتو هبل والله العظيم وأنا الفلوس دي بالنسبة لي أنا أنا بخسرها ممكن في اليوم وبكسبها برضو أيضا ممكن في اليوم رفضت طبعا الكلام ده خالص جملاتنا لأن أنا مش بيقولك يا زارح في جر أرضك يا مربف غير ولدك حاجة زي كده فأنا عايز الناس دي أعرفها أبقى عارف دي أم فلان ده أبو فلان ده الأستاذ حسن ده عم محمد ده الأستاذ طهدي أم معناياتها وهكذا عارف الناس أبقى عارفها مني لما هجيب الناس معرفهاش طبعا أنا في ساعات بخش كل شيء تصغر له تصغر له تصغر له جوزك وأنت يا جدع انت بتصغر لك ليه كده يا راجل انت فيه إيه أوعى تصغر لك ليه وتقولها وقدام الناس تصغر لك الزغرة دي إيه هنهز اللية ولا إيه هنشد الأرن ونهز اللية أدى حاجة الهدايا بقى تاني كل شيء تقول لك إيه ده أم فلان وأم علان اللي بعتها لي مفيش واحدة بتهادي واحدة عشان تبقى زكية من الزكية زكريا الله يرحمه بقى لو استاذ برهيم ناصر الوحدة لما بتتهدى بتتهدى من راجل مش من وحدة هو فيه راجل يا أخوانا أنا لو عايزة هادي حد ههادي راجل يعني أنا لو عايزة الساعة دي ههاديها الواحد هي ساعة الجالة ههاديها الراجل لا الراجل هي ههادي ست والست تهدي راجل إنما المحبة كده ما شفناش الكلام ده علشان إيه سواد عيونك علشان إما لما انتوا بتتهدوا كده المشاهير بقى من الممثلات والفنانين بيتهدوا بإيه وبعدين طلعنا بقى في استوانة جديدة واستوانة مشروخة محدش يقلك إن الشقة دي قانون جديد ولا تمليك ولا غير تمليك أولا اللي ياخد شقة إيجار أو قانون جديد ما يقدرش يركب فاته كيف لازم تبقى ملك هتقول لي لا ده أنا مستثنية والرجل وصاحب البيت ومش عارفوا الكلام من ده ممكن برضو نروح لصاحب البيت أدع على من ده زي ما بيقولوا على من الدع ليه الكلام ده واللي تقول لك أصلا والله انتوا بصين الشقة ديت مش من فلوس اليويو إما الفلوس مين ده انتوا بعملكم قضية سرقين أربح كزان دورة يعني فيه قضية ما حدش أقلك لا تقول لي اشتريت ولا ما اشتريتش ولا أي حاجة أقول لي والله أنا خدت شقة وبتاعه وكده ودعوله ودعواتهم ما حدش هدعب حد حدش هيسأله اللي هيسألك ما تردش ما انت ما بتردش على حد أدي حاجة فيه أحيانا حاجة بتبقى اسمها غسيل أموال يعني إيه غسيل أموال بتجي فلوس فلوس كتير ما هي بتجي فلوس ماشي عن طريق مثلا البنك العربية عن طريق عن طريق دعم القنوات لأن احنا عرفنا النهاردة إن الألف فانس تقريبا تسعرته من ألف لألفين جنة وعرفنا إن انت علشان تعمل الشروط ويجيب لك أربح تلاف ساعة تدفع من ثمانية لعشرة حسب اليوتيوبر ما خلص دي بقى التسعيرة بس أنا والله عمري لو انطبقت السمع على الأرض ولا الكلام ده أنا داخل ولا عمري عايزة بقى يوتيوبر أنا داخل أضحك وما فيش أكتر من كده ولا في اتبغي حاجة إن شاء الله مع عشرين واحد أنا كنت بقعد أحيانا في البلتوك مع عشرين فرض فقط وبنخش في برايفت أحيانا بقى لما بتجي الفلوس كتير بنعوز نغسلها فتقولك إيه ده أنا طويل العمر بعتتلي فلوس طويلتلي فلوس نخلط أني ماشيها واحدة بعتتلي فلوس وأنا هشتري بقى تلاجة بقى أنا مخسيتش يا جماعة ده طويلتلي فلوس ربنا يدعي لها الشيخة فلانة أم فلان بعتتلي فلوس أشتري تكيف ما تقولي أنت معاك فلوس ما تقولي أنت بتلعابي بالفلوس لعب أنت مش أدرة تعمل مش أدرة تسيطري على إشباه رغباتك عايزة تكيف وعندك تلاجة وعايزة تجيبي تاني تلاجة وايت ويل أو تلاجة غالية أو عايزة تجيبي منورية تلاجة غالية بارت 24 أدم بس الله جايب من سنة 27000 جليل اللي ورا دي طيب بنا أقوله معاك بتيجي تروح فرشة جاي بقى أنت ريه جايبة مش عارف أدوات مطبخ ما تقولي أنت معاك فلوس جايلك ما تقوليش قولي أنا جبت تكيف الله ما تجيبيش التصور ما أنا عندي في البيت والله تلات تكيفات هنا تلات تكيفات ما جبتش يعني صور التكيف يعني ما تجيب ما تصوريش مش لازم بقى يقولك أصل الشيخة فلانة أم فلان بحاتيت لي علشان إيه أنا وجوزي أثناء العلاقة الحميمية علاقة حميمية إيه تبقى معمولة في جولتي في الجو ربيع والجو بديع وأنا هخرف بالعلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر انذار أي وحدة هتطلع تظهر الحاجات اللي بتجيلها هتلقوني طلع لها على طول وبجيب بقى الصور الصور والكلام بقى واللي عايز يخش العاد الفتح يخوش بس يكمل شكرا